يا فتاح يا عليم عصوب ابدأ المطش كده ببص عالتشكيلة قرية ابراهيم ديازة هيلعب فرحتله الولد يستاهل يلعب هب قالقيه يقولك لا ده هيتبدل عشان عنده جرسومة في المعدة جرسومة مقدة ايه؟ هم بيخلم الشارع بقولك ايه و النبي بقى راجع معاها لإصابات كده عشان اطلق بط فينيسوس جونيور لسه برضه قدامه شوية حلوين تمام كما فينجا نفس الكلام برضه قدامه شوية لا حاول علاقاتها لا خلاص يبقى تشواميني بقى يرجع قرية برضه برضه لسه قدامه حلوين لا حاول علاقاتها الا بالله وطبعا ارضا جولر كل ما يفقهم الاصابة يتصاب تاني هتفعامش معمول له عمل ده ولا ايه كيبه برضه مصاب لا اله الا الله يعني كيبه مصاب وفوق كل الاصابات دي كلها كورتو اكمان مصاب ومليتاو مصاب والاتنين عندهم رباط صليبي لسه قدامهم شوية وبيكسبه لا ده احنا نجدد لكارلو وانشلوطي بقى بقولك ايه سيبك من كل ما بقى هو الزاهرة رونالدو رجع تاني ولا حاجة ايه الجمال ان رودريجو بيعمله ده يا راجل ده انت رقصتيسة بايه بمرة نقات بتفرج عليك مش كده عام دي ترقصات دي تولى بسبوسة ايه الحلوة دي يا سيدي بقولوك ايه انتو لازم تسحبوا كوباية شاي وتعالوا بقى نتمزج ونتفرج على تحليل ماتش ريال مدريد وهو بيكسب قادش النهاردة تغييرات كتيرة جدا في تشكيلة ريال مدريد عن اخر ماتش لعب قدام فالنسيا قبل طاقه في الدولة وبفكرك ان ده كان احلى ماتش لعب ريال مدريد في السيزن لحد دلوقتي فتعالى نشوف محفظتك يا مستر كارلو فيها ايه النهاردة في حراستر مارمى لونين وده اللي موجود يا جماعة والله لان الحراس كلهم نصابين وده كمان لو تصاب هنتطر بقى نرجع كاسياس من اللي اعتزال يمشي معنا الدنيا خط الدفاع هو هو الرباعي للاعب باتش فالنسيا مع اختلاف في لعب واحد بس هو عودة روديجير للتشكيلة على حساب ألابه واللي كان موجود على الدكا النهاردة وما تفهمش بقى هو انشلوت بيريحه وبيعمل روتيشن عشان ماتش نابولي ولا هو زيق منه مش عارف المهم ان رباع الدفاع كالقاتي على اليمين المتقلق الخال كرفخال جنبه اتنين روديجير وناتشو وعى الشمال ميندي والامر اللي اللي هو احده في ميندي ده الله يصبر جمهور الريال عليه والله حيخشه الجنة بسببه ونخش بقى على نص الملعب هنلاقي في زل غيابة شواميني وكمافينجا بنلاقي على الورق كروس وفالفيردي اتنين ارتكاز قدامهم اتنين الماسترو لوكا مودريتش والملك جود بيلنجهام وخلي بالك بيلنجهام ده لسه رجع من الاصابة وهنشوف بقى في المطش هل فالفيردي هو اللي هيكون الارتكاز مركز ستة وقدامهم مودريتش وكروس كمركز تمانية وقدامهم بقى بالنجهام قصان اعلاب ولا هتمشي ازاي هايبان في المطش خليك معايا انت بس ياخي برضو تشكيلة ريال مادريد ده غريبة جدا تبص كده تقول هيلعب اربعة اتنين 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 او هيلعب اربعة واحد تلاتة اتنين او هيلعب اربعة تلاتة تلاتة بالنظر كده على شكل ريال مادريد في الملعب هتلاقي ان كروس وفالفيردي هم الاتنين الارتكاز وبيحصل تناوب بينهم في المركز ده يعني مثلا لو كروس هيقابل لهب من قادش هتلاقي فالفيردي هو اللي بيغطي في المساحة اللي وراه ونفس الكلام بيحصل مع فالفيردي لو تقدم او غطى مكان كارفخالي اللي هو بيطير على الجنب اليمين هتلاقي برضو كروس هو اللي بيقمن مكانه ودي حاجة كؤسة جدا والحمد لله نبحان صوتي مراحش على الارض وانشلطت اخيرا ابطنع بكلامي وشاف ان ماينفعش كروس يبقى الواحده ارتكاس في الحتة دي لازم حد جنبه يساعده يسند معاه مبدئيا كده انا عايز قسني على اداء عمي لوكا مودريتش اللي في اوقات كتير بل ايه هو بنفسه اللي بينزل ياخد الكرة من تحت وانا هنا مش بسني عشان الحركة دي بس لا ده عشان زكاء اللاعب ده في تقسيم نفسه عارف ان احنا مش في مسابقة عدو 400 متر هو عارف هو هيجري امتى وهيرايح امتى وبيعرف ازاي تحرك وهياخد اماكن تخدمه وتخدم سنه ورغم كل ده هتلاقيه في كل حتة في الملعب ولا كأنه عنده عشرين سنة بسم الله ما شاء الله نمسك الخشك صناقية بلينجهام ومودريتش نكحة جدا في الجزء الهجومي ورغم فارق السن الكبير اوي وفارق الاجيال الا ان تحس ان اصلا ان لوكا مودريتش هو ابو بلينجهام الا ان فيه تفاهم كبير اوي بينهم يعني صعب جدا تلاقي اللي اتنين كده لازقين في بعض لا ده كل واحد فيهم واخد مكان لوحد وتلاقيهم كمان بيخدموا على بعض ودايما تلاقي بلينجهام هو اقرب واحد للوكا مودريتش ونفس الكلام عند لوكا مودريتش وده بيضمن لريال مدريد اللي استحواز على الكوره الاكبر وقت ممكن قدام اي خصم بلينجهام بقى يعني حدسه على حرب في كل مكان ينزل يستلم يلعب كوره في عمك الملعب يوزع الله بيمين وشمال وخاصة ناحية الشمال ناحية حبيبه رودريجو وده كان سبب في هدف رودريجو العالمي الهدف الاول يا راجل ده انت رقصتني وانا بتفرج عليه استلمه صح في ترقيصة في كوبري يجيب صداع في ترقيصة تانية وانا قاعد بقى بتفرج قاعد اترقص بقى مع كل ترقيصة كده وهب كده وبدون اي سابق انذار واحدة ارتو في الزاوية التي يسكنها الشيطان حتة كده من حتة رودريجو بتاعت السنة اللي فاتت دي شوفوا جماعة كده لما رودريجو يجي من على طرف الملعب وياخد حريته وما بقاش في حدن المدافعين بيعمل ايه هلا بالكو عند شلدتش اكله بيتفرج علي وسمع كلامي تاني انا كل مرة وانتو شاهدين كنت بقول ان رودريجو يجي من على الطرف ومايلعبش مهاجم صريح مش بتاعتو دي بيبقى مخنوق كده فتمام حبيبة مستر كارل وانت كده ماشي كويس وفوق كل ده انا مبسوط منك دي انا مستر كارل عشان دورك النفسي مع رودريجو وان انت سايبه ياخد راحته وقدت مسر وبتراهن عليه دايما ورهانك نجح يا عم الف مبروك يا سيدي عايز اشيد برضو بدور خسيلو اللي ماشي بمبدأ لو انا مش هجيب جول فاساعة زمالي اخرج بره المنطقة واسنة كرة البلي افضي مساحة رودريجو اللي جاي من على الجن اسحب معي مدافع ولا اتنين وغير كده فهو لعيب راجل وبيلعب لاجل الشعار هتلعب يا خسيلو النهاردة تمام مفيش مشكلة هتريح المطش ده مفيش مشكلة برضو عادي انا موجود في اي حاجة عشان كده انا باحترم خسيلو جدا والله بس انا برضو عم خسيلو زعلام منك في كرة رودريجو اللي انت وقفت فيها زي الصنم دي يا راجل حتى لو انت حسس انها اوفصية خش فيها يا عم وجبها جول الكرة اصلا كانت طالعة بره لكن تقف كده من غير اي دور وحشة خلي بالك وخلي بالك النتيجة كانت واحد صفر وكانت ممكن الدنيا تبوز خالص بس انت سالك وانا بحبك فربنا سطرها معاك بس خلي بالك الموقف ده ما ينفعش يتكرر في ماتشات تانية لان مش في كل مرة الحظ هيسعفك شوت اول اي نعم الريال جاف فيه جلب صعوبة لكن الريال كان مسك كل مجرايات الماتش وكان مستحوز على نص الملعب وده حصل بسبب خبرات لعيبة نص الملعب في الشوت التاني بقى شوفنا الريال شارس هجوميا اكتر وبقى بيهاجم بكل اوراقه كارفخال مثلا بقى بيطيل وبيزيد اكتر في الهجوم نفس الكلام بيحصل مع مندي ناحية الشمال هو اي نعم بيلاقي كرة في رجله كده فبيجري وبدون اي هدف بدون اي عقل بس اهو بعمل زي اللي بيعمل هناك كده انا مش صعبان عليها في الموضوع ده غير الولا الغالبان فران جارسيا كان بيلعب اساسي في فريقه واشتريه على اساس ان هو يلعب اساسي ركنه على الدكت انا مش فهم ماله يعني على الاقل لو انت عايز تهاجم فهو يعمل لك الدور ده كويس يا سيدي وحتى لو عايز يدافع ممكن تخلي حدي يغطي معاه لكن مندي مفيش فوق كل ده بقى فاختراقات بيلينج هام اللي احنا بنحبها كلنا دي زادت في الشوت التاني عن الشوت الاول بكتير وهدد المرمى اكتر من مرة ورودريجو بقى حر اكتر وبقى طار في ملعب صريح كل ده كويس جدا لكن تضييق الفرص في كورة خسيلو ورودريجو مش كويس خالص معلش اصلا انا مش قادر اتدرك الموقف ده لكن رودريجو مكدبش خبر وجاب هدف تاني بنفس طريقة الهدف الاول بنفس الترقيصة بنفس الارتو بنفس كل حاجة بس معلش انا عايزك ترجع كده للجول ده وتشوف مين اللي قطع الكورة وتلع بيها وعمل المرتدة فالفيردي يا جماعة هو اللي قطع صاحب التلت رقات وسلم لمودريتش ومودريتش هو اللي ادهى رودريجو المهم يعني ان ثلاث لمسات بجول ايه الجمال ده نص ملعب عظيم بصراحة بيلعب الكل في واحد في خدمة الفريق ويا بخت الريال بنص ملعبه اللي مزيج ما بين الخبرة والشباب ده اي نعم فيه لقيبة كتير بتقع من الاصابات بس اهي ماشية للعلم بعد تسجيل رودريجو للهدف التاني بكده يكون سجل خمس اهداف في ثلاث ماتشات وده بيحصل لأول مرة في تاريخ مسيرته مع الريال والله ورجعت ايامك يا دونجوية اسوأ حاجة في الماتش هي اصابة لوكا مودريتش بس بس بسيطة ان شاء الله الجميل بقى ان كل الناس عارفة قيمة الراجل ده لدرجة ان جمهور قادش كله وقفله هو طالع وسقفوله وكمان رفعوا صورته الكبير كبير عام مودريتش اوه وبرده انا جماعة مش منطق الماتش يعد كده وبالنجهان ما يسجلش وجوله ويحتفل علش بقى سالي يا واحد سالي يا واحد وبالهدف ده بيعزز بلي صدرته الهدفين الليجا ب11 هدف عايز برضه اشيد بلونين وخاصة بالكورة اللي شالها بايده العكسية في الشوت الاول بالاضافة لكده تفاهمه الكبير جدا مع المدافعين دايما كده تلاقي بيتكلم مع المدافعين بالاضافة لكده استعداده الجيد لكل الكور اللي جات له سواء بقى سهلة او صعبة وده بيدل انه مصحصح كده بيستعد كويس قبل الماتشات وعايز يثبت نفسه ماتش تاني على التوالي الريال بيفوز اداء ونتيجة وبيوصل للنقطة 35 وبيعتلي صدار ترليجا مؤقتا قبل ماتش نابول القوي في دور يا ابتال ورب وطبعا نجم الماتش مش محتاج اقولك مين هو اكيد رودريجو الراجل ساهم في الاهداف الثلاثة سجل جولين وصنع هدف وسد الثلاث كور الثلاثة عالمرمى وصنع الثلاث فرص محققه للتسجيل وعمل 43 تمريرة صح من 46 تمريرة بنسبة نجاح وصلت ل93% شانا قد تبقى لكم في الحلقة قناس يجي رقصني الراجل عمل 6 مراوغات صح في الماتش هنروح بقى لسؤال الحلقة من وجهة نظرك انت بقى رغم الاصابات الكتيرة لريال مادريد هالريال مادريد هيفضل يقدي بنفس المستوى الجيد ده لحد عودة الاصابات ولا الموضوع هيكون صعب ما تنساش بقى تعمل لايك وشيره وسبسكرايب وتفعل الجارة شاني جيلك كل جديد انا احمد حمودة سلام